هو انا ازاي اقلل من استهلاك الانترنت وانا بستخدم التطبيق التيك توك فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة هنقلل من استهلاك الانترنت في تطبيق التيك توك وطبعا السؤال ده تسأللي في قسم التعليقات يلا بنا نفعل الاختيار ده في التيك توك علشان ما يستهلكش من الانترنت كتير ياريت تعملي لايك الفيديو واشتراك في القناة وما دستاش طلع النبي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام وتكتب لي متابعني من اي بلد ولو عندك اي مشكلة اكتب لي في قسم التعليقات وانا هرد عليك كمان هسابلك فيديوهات تخص التيك توك ياريت تطلع عليها في تعليق مسابت اضغط عليها وشاهد الفيديوهات زي هتلاقي في الفيديوهات اكيد انت حاجة انت عاوزها ولو عاوز حاجة اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك ويلا بينا كده نروح نفعل الميزة دي مع بعض بروح كده على التيك توك طبعا التيك توك بيسحب انترنت كتير جدا علشان نقال الاستهلاج بنروح على الملف الشخصي بكل سهولة بضغط عليها ومن هنا بروح على الايكونة الاعلى دي جنب الملف الشخصي بتاعي اسم الملف الشخصي بنلاقي الايكونة دي باختار ممكن تلاقي ايكونة تلات شرط مفيش مشكلة بتختلف من هاتف لاخر بننزل كده ونختار حاجة اسمها الاعدادات والخصية بضغط عليها وببدأ ان انا انزل على حاجة اسمها ايه توفير البيانات بتلاقيها تحت تحرير المساحة على طول وبضغط عليه من هنا طبعا هتبقى مقفولة عندك بالشكل ده هتبقى غير مفعل فكل علينا انا بعمل ايه ببدأ ان انا افعل الاختيار ده لما بتفعلها بتقلل من استهلاك البيانات والانترنت عندك على التيك توك ما بيسحبش كتير منك ايه الانترنت بس كده عندك ايه سؤال او استفسار كتبلي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة